مرحبا وهلا وسهلا بكم جميعا مع بداية التوتوريال الجريد أو مقطع توضيحي جريد وهو المقطع الخامس المقدم على قناة III Networking اللي عام 2021 معكم سجر غفوري مع أرة أخرى واليوم سيكون عنوان المقطع هو Monitoring Networks with PRTG مراقبة الشبكات باستعمال نظام أو أداة المراقبة المسلمات في PRTG المقدمة من موقع Passeller.com الذي سنستعرضها اليوم التي يحتاج أو هذه الأداة تستعمل بروتوكول للSNMP Simple Network Management Protocol على أجهزة Cisco أو أي أن تكون الأجهزة الأخرى اليوم سنستعمل Cisco لأجل ذلك الغرف وبالتالي سنرى كمية سلوب التنصيب والوصول إلى PRTG والتعديل عليه طيب ما سنقوم به اليوم سيكون PRTG integration with EVE-NG السبب في ذلك لأن PRTG يستعمل مع الشبكات الحقيقية لكن ما سنقوم به اليوم هو أن سنقوم بتنصيب PRTG على جهاز الكمبيوتر الخاص بي في الحقيقة يتم تنصيبه على Microsoft Windows Server مثلا Server بهذا البساطة أو VM في نفس الأسلوب يتم بعد ذلك ربط هذا الجهاز Microsoft Windows Server مع الشبكة وعمل ريشيبولتي فيما بينهم بالسعمال راوتينج أو نفس الدومين اليوم سنقوم بنفس الأسلوب لكن الفرق بأن النودز ستكون فقط بداخل البيئة الافتراضية الخاصة بالPRTG هذا المقطع يتم نشرف في حزيران الشهر السادس من عام 2021 باللغتين الإنجليزية والعربية وهو حاليا متوفر بصورة كاملة باللغتين على القناة في ضمن قائمة Playlist تستمع بيل Tutorials توجد بداخلها جميع التوتوريالز من بعد ذلك المقطع سيتوفر مقدمة إلى منهاج الـ NRC 340 طيب ما سنقوم به الآن وهي الخطوة رقم واحد أني سأذهب إلى المتصفح وفي بداخل المتصفح لدي سيذهب إلى Google.com وسأقوم بكتابة PRTG Download والموضوع سيظهر لي بهذه الصورة PRTG لمن لا يعرفه هو أداة مراقبة لمن يعرفه فسيستمر في المقطع لمن لا يعرف هذه الأداة أساسا الاستمرار مع هذا المقطع سيكون كافي فقط لتوضيح فائدة PRTG طريقة تنصيبها والاستفادة منه وستصل الفكرة بالكامل سيكون فكرة واضحة جدا طيب PRTG Network Monitor الخيار الأول من موقع Payseller.com والخيار سيكون هنا Free Download في الواجه Unlimited version of PRTG is for 30 days بعد ذلك يعود إلى النسخة Free PRTG يمتلك نسختين النسخة المدفوعة الكاملة حاليا نستطيع تجربة النسخة المدفوعة مجانة لمدد 30 يوم عظيم الخطوة الثانية أو الأسلوب الثاني هو PRTG المجاني الموضوع يعتمد على عدد السنسرز وأنواع كميات السنسرز أو مثلا نوع السنسرز اللي ممكن نقوم بإضافتها PRTG كأبليكيشن أو كادات عبارة عن سنسرز حساسات نقوم بتنصيبها بداخل الأجهزة وبداخل PRTG تفعيلها وبالتالي نستطيع مراقبة مختلف ما يخطر في بالنا من الخساسات اللي تلكون بداخل الجهاز نستطيع عمل بينج إلى الجهاز معين راوت 100 أو 1100 أو 10,000 راوتر في داخل شبكة معينة نستطيع مراقبة system uptime نستطيع مراقبة system temperature مستوى رطوبة درجة الحرارة سرعة الفانز إذا كان هناك فانز اكسدرنل مثلا خاصة بجهاز أو حتى إذا كانت انترنل استهلاك الميموري يوزيج بعد ذلك مراقبة المنافذ مراقبة physical interfaces مراقبة GRE interface tunnel interface VLAN interface كل شيء ممكن مراقبته مراقبة لترافك الخاص بحالتهم إلى آخر فهذه هي الفكرة لكن كل شيء على حدث مثلا جهاز راوتر واحد ممكن مراقبة sensor واحد للsystem uptime وسensor للping وسensor للحرارة وعشرة سنسرات لعشرة منافذ هذا يعني ما لا يقل عن 13 إلى 15 سنسر لهذا الجهاز فالفرق ما بين النسخة المجانية ونسخة المدفوعة عدد السنسرات يكون هنا مفتوح علمت في النسخة المدفوعة وفي النسخة المجانية هو محدود لكن برقم معين يجب أن نتحقق منه حسب النسخة وحسب الأوفرز المقدمة من بسلر دوت كوم نفسه طيب فبداية من بعد أن أقوم بالضغط كليك على داونلود نوم سيقوم بأعادة توجيه إلى هذه الصفحة في هذه الصفحة أحتاجه بصورة إجبارية أن أستعمل إيميل حقيقي لشركة وذلك لأن PRTG لا يتم توفيره لأغراض دراسية أو أغراض مثلا استكشافية PRTG يجب أن يتم توفيره على النتورك الحقيقية وأكيد إذا كان لديك نتورك ففضل غالب أن تجد شركة معينة لنجعل هذا فول سكرين أفضل أن تكون فول سكرين في حالة ما يكون الحجم واضح طيب وسيكون موضوع بالسلوك التالي لا يجب أن يكون إيميل شخصي جيميل أو ياهو وغيره سيكون مرفوض أساسا سيتم رضوها أثناء كتابته بعد ذلك اسم الشخص أو المهندس الذي يقوم باستعماله اسم الشركة الذي هو مرتبط بهذا الإيميل بعد ذلك العنوان بما يعني الكونتري والفون نمبر من أجل أن تخاطب معك في حال مثلا أوده بسؤال معين بالنسبة لباسلر نفسه بعد ذلك بعد الضغط على كليك نالود سيبدأ التحميل بصورة تلقائية وسنحصل على مفتاح لايسنز مفتاح تفعيل لمدة 30 يوم ضروري جدا هذا مفتاح ومشابه لمفتاح التفعيل الأبديا في حال تم الدفع لباسلر وهو نفس الإسلوب لكن هنا هذا مفتاح مؤقت لمدة 30 يوم من تاريخ التحميل حاليا يجري تحميل PRTG في الخلفية والآن ممكن نقوم بما نحتاجه بصورة بسيطة أن نقوم بعمل Copy لهذا اللايسنز كي ضروري جدا أن نقوم بعمل Copy لهذا الكي بعد أن نقوم بعمل Copy للكي سنقوم بانتظار لمدة ثواني سيتم توجيهنا إلى الـ إذا هذه الواجهة التي تقول بأن الـ فنتحقق من الإيميل نجد بأن نفس اللايسنز كي تم إرسال الإيميل هذه خطوة ضرورية يعني أن الإيميل تم تسجيله بصورة ناجحة في الداتابيس الخاصة بPastler.com بعد ذلك سنبدأ بعملية التنصيب بصورة كلاسيكية مثل أي سوفتوير أو أي برنامج يتم تنصيبه بصورة طبيعية Accept the agreement نقوم بكتابة الإيميل هنا عندما نقوم بكتابة الإيميل هذا يعني بأنه في حال الإيميل تم تسجيله بصورة حقيقية سيتم تقبل الإيميل الآن من دون طلب اللايسنز كي بهذه البساطة Express بالنسبة لي Unpacking the files بعد ذلك سيتم تنصيب الحساسات التي تسمى بالProbe Surfaces إلى آخره بعد ذلك بصورة تلقائية سيتم فتح متصفح واجهة متصفح على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا وسيظهر عليه هذه الواجهة الآن يتم إكمال تنصيب الانيشياليزيش الخاص بالPRTG هذا ضروري بعد الإكمال سيتم توجيهنا إلى واجهة الدخول في واجهة الدخول نستعمل PRTG Admin كيوزرنيم PRTG Admin مرة أخرى كPassword وينتهي الموضوع وننتقل إلى الواجهة الواجهة التي ستبدو بالصورة التالية سيقوم باستحداث الواجهة خلال ثواني هذا ما تبدو عليه واجهة الPRTG سيكون هناك الكثير من الرسائل على اليمين والملاحظات والتوجيهات وذلك الPRTG يرعم التوتوريال ويرعم الـ Guidance وبالتالي سيستطيع أن يقودنا إلى كيفية إكمال التنصيب إلى آخره أي شخص يستطيع الآن الضغط على Setup بعد Setup يستطيع أن يقوم بإعادة ضبط كل إعدادات الPRTG تغيير الوزرنيم تغيير الباسورد تغيير كل شيء تغيير بمراقبة أجهزتي وبالتالي سيحتاج إلى الذهاب إلى Devices سيجد أن هناك العديد من السنسورات أساساً مضافة هذا يعني بأن خيار Auto Discovery مفعل وبالتالي الPRTG ستكشف ما يوجد على جهاز الكمبيوتر الخاص به وقام بإضافته بصورة تلقائية هذا هو أسلوب Auto Discovery لكن أنا أحتاج إلى أجهزة تخصني أن أقوم بإضافتها هنا في مجموعة هنا وأقوم بمراقبة هذه الأجهزة سأستطيع الضغط على Medium Large X Large من أجل تغيير حجم السنسور لكي أجل أن تكون أوضح لنجعلها Large أفضل والآن ما سأقوم به وسأذهب إلى EVNG بداخل EVNG سأحتاج إلى الدخول Login بعد ال Login سأجد Topology الخاصة بهذه Topology سأستعملها الآن ولدي مثلا مجموعة من Multi Layer Switches ولدي مجموعة من Layer 2 Switches ممكن أن نقوم بتشغيل أي عرض معين نرغب به من الأجهزة كل ذلك مقبول لا توجد مشكلة نستطيع إفافتها واليوم ما سنقوم به ببساطة على أجهز السوسكو سنقوم ب لنقل I'm a Config ل Default Pre-Requisites or Recommendations or Quire مثلا المطلوبة لل PRTG من أجل تفعيل SNMP ونجر إذا كان الموضوع سينجح أم لا طيب ما سأقوم به بما أن أجهزها فقط Switchات فسأذهب إلى ليكون Switch رقم 4 حاليا لا يجد أي Config نهائيا على هذا Switch جديد وما سأقوم به بكل بساطة سيكون Enable Configure Terminal وسأقوم بتغيير ال Host Name إلى Multi-Layer Switch 4 لأنه Multi-Layer Switch رقم 4 وسأقوم بالتالي الطريقة ال Classic وبالتالي هي الطريقة ناجحة لمراقبة هذه الأجهزة ك Switchات أن نقوم بمراقبتها عن طريق Layer 3 VLAN Interface VLAN لأن نقوم باستعمال راوتينج اليوم وبالتالي من أجل البساطة سأجعل Layer 3 VLAN هنا هو ال Default VLAN فسأقوم بكتابة Interface VLAN 1 وسأقوم بإعطاها IP Address من نفس الدومين الخاص بال Home Router لديه وكل الإعدادات الباقية من أجل نتعرف PRTG بصورة سريعة على الجهاز فسيكون موضوع IP Address 192-192-192-68-0 أي يكون من دون duplicate ليكون 150 وبالتالي سيكون Subnet على 24 وال device أو فان بنفاح يتحول إلى Down فسأحتاج الى No Shutdown ينتهى الموضوع طيب بالتالي سأقوم بعمل الآن Up جيد Exit أنا انتهيت الآن من هذا الانترفيس Do Ping 129601 وهو ال Home Router لدي فسيصل ال Ping وصل ال Ping بالنسبة لإنتهى الموضوع هذا يعني حاليا بين ال PRTG لديه القدرة على الوصول الى ال Switch هو ال Switch يستطيع العودة مرة أخرى إلى ال PRTG وهذا جيد جدا الخطوة اللاحقة سيكون تفعيل ال SNMP أمر واحد أو أمرين فقط الأمر الأول سيكون SNMP Server سأحتاج الى خلق شيء يسمى Community هنا على المجموعة التي يجب أن تكون جميع الأجهزة تحت المظلة الخاصة بها وسأقوم بتسميتها ب IIII PRTG وهذا سأحتاج الى أن أقوم بإعداد نفس ال PRTG Community على ال SNMP Server أيضا هنا سأقوم بعمل علامة استفهام قبل الضغط على Enter والخيارات المتوفرة أما نقوم بالضغط على Enter أما نقوم بتحديد صلاحيات هذا السيرفر يقرأ فقط أو يقرأ أو يعدل حاليا سأتركه يقرأ فقط أو الشيء الأهم جدا هو تحديد من مسموح له أن يطلب SNMP أو ترابس من هذا الجهاز من هم المخولين بالدخول إلى أجهزتي وطلب معلومات منهم إذا قمت بالضغط على Enter فورا فكل من يمر كل من هبوا دبست كل أدهاء هذه الصلاحية إذا قمت بذكر رقم Access Control List هنا ليكون رقم واحد هذا يعني أن أساساً في خلفك هو إذا قمت بخلق IP Access List 1 وفي داخل ال Access List 1 قمت بعمل Permit للرانج ال IP range الخاص بال SNMP Servers الموجودة في شبكتي بالتالي فقط ال PRTG أو ال SNMP Servers Network Monitoring Servers أو Network Monitoring Systems التي لديها IP Addresses من نفس ال IP Address الخاص أو النذكور أو المسموح بداخل هذه ال Access List سيكون لها القدرة على الدخول إلى هذه ال Community وعمل Update وعمل Request لل SNMP Traps والإنفو الخاصة بالأجهزة السيسكو أو السويتشات السيسكو فما سأقوم به حاليا أنا فقط سأكتفي بهذه الإعدادات سأقوم بالضغط على Enter نستطيع تحديد Access List نستطيع الاستغناء عن ذلك الأمر يعني عائد لكم تماما End وبالنسبة لي أنا انتهى الموضوع اليوم هذا كل ما يحتاج بكل بساطة هذا كل ما يحتاج عمل Config له على جهاز السيسكو هذا ما يحتاج إضافته الآن كل شيء طبيعي طيب إذن الخطوة الآن سأعود مرة أخرى هنا وسأقوم بالضغط على الزائد الأزرق وبعد ذلك سأقوم بالضغط على إضافة Device هنا السؤال بداخل أي مجموعة تود إضافة هذا Device تود إضافته في الروت فقط في الجذر الأساسي في الواجهة الرئيسية أو بداخل الـ Local Pro بداخل الـ Probe بداخل الـ Network Discovery بداخل أي مجموعة مجموعة الـ Windows إلى آخره لماذا لا نتركه مثلا بصورة عامة في الروت سأقوم بالضغط على OK معلومات الجهاز ستكون اسم الجهاز سيكون Multi Layer Switch أربعة سأقوم بمحوه هذا الإضافة الـ IPv4 الذي سيكون 222 262 0 150 نستطيع تغيير الآيكون نستطيع إضافة تاغ له مثلا تاغ سيكون مثلا لا هذه التاغات غير مهمة كلها حاليا لا أحتاجها نهائيا الآيكون سأتركها آيكون تدل على نود عادي Auto Discovery للسنسورات الخاصة أحتاجها نعم ضروري وهي recommended إضافة إلى ذلك قبل الضغط على OK لن يتم إضافة الجهاز أو لن يتم استكشاف السنسورات بصورة حقيقية وذلك لأنه By Default أساسا ك Credentials for SNMP Devices عندما أقوم بإطفال automatic أجد بأن Community Default الخاصة بالPRTG تسمى Public فإما نعود أذهب إلى الجهاز للسويتش مرة أخرى وأقوم بتغيير Community من IIPRTG إلى Public أو هنا أقوم بجعلها مطابقة IIPRTG هذا ما أحتاج إليه أقوم الضغط على OK انتهى الموضوع حاليا يتم إضافة Multi-layer Switch 4 هنا هذا هو Multi-layer Switch 4 يتم إضافته أعتقد زوم قليلا من الزوم سيكون هنا سأقوم بالضغط على Click 1 عليه وحاليا تم إضافة Sensorine بصورة تلقائية من دون تحديدها وهي Pink والUp Time اللون الرصاصي يعني بالنجاري استكشاف هذا السنسر بعد ذلك سيتم تغيير اللون هذه الرسائل على اليمين سأقوم بإلغائها الآن لا أحتاجها وسأقوم بالضغط على Refresh من أجل أن نجد تحديثات تم إضافة مجموعة من الـ Interfaces ويمكن مراقبتها الآن وهذا الموضوع ممتاز هذا ما أحتاجك بصورة تلقائية تم إضافتها هذا هو Auto Discovery لم أقوم بتحديد أي سنسرات الذي أريد إضافتها إذا أحتاج تحديد ذلك سأقوم بالضغط على الأزرق هنا Add Sensors Plus وأقوم بتحديد نوع السنسر بناء على ما أحتاجه مثلاً سنسر خاص بالـ Available وهو Up Time أساساً تم إضافتها Availability يعني Ping ICMP و Uptime Bandwidth و Traffic أساساً تم إضافة بعض منافذ لمراقبة الباندوث ممكن أن نقوم بالضغط مرة أخرى هنا من أجل أن نقوم بإضافة منافذ جديدة Speed Performance الخاصة بالجهاز مثلاً سرعة الأداء CPU Usage Disk Usage Memory Usage كل هذه المتبقية غير مدعومة على جهاز virtual غير حقيقي الآن فقط موجودة على EVNG لكن للأجهزة الحقيقية تدعم ذلك إذا لم أقوم بتحديد أو فلترة السنسر من هنا فسأحتاج إلى البحث عن السنسر مناسب من ضمن 281 سنسر لكن الأفضل عمل Filtration على حسب ما أحتاجه بالضغط على Bandwidth بالتالي سيتبقى مثلاً سنسرين أربعين سنسر إجمالي واثنين معلومين مثلاً SNMP Traffic الضغط على ذلك سيقوم بالتحديد أنا أساساً قمت بإضافة هؤلاء بصورة تلقائية عندما قمت بإضافة ذلك وأستطيع أيضاً أن أقوم بإضافة منافذ أخرى مثلاً صح عليها جميعها ممكن إضافة معلومات إضافية على السنسرات إضافية لديها بعد ذلك بعد الانتهاء من التعديل أقوم بالضغط على Create تم إضافة هذه السنسر موجودة هنا لاحظت السنسرات القديمة أصبحت باللون الأخضر ممتاز تم إضافته والسنسرات الجديدة هنا أيضاً تم إضافته حالياً جارية تحقق منها مرة أخرى وكل شيء موجود طيب ال Pink أخضر أي شيء بالأخضر ممتاز أي شيء غير أخضر هذا مزعج إذا كان أزرق يعني السنسر Paused متوقف أو تم تجميله بصورة مؤقتة مثلاً صفر ثلاثة إذا قمت بالضغط عليها هنا بعد ذلك قمت بعمل Pause ضغط OK سيتم تحويله لللون الأزرق خلال ثواني Refresh تم تحويله لللون الأزرق اللون الرصاصي يعني جاري لاستكشاف حالياً لا يزال استكشاف السنسر وأنا أحتاج إلى وقت أكثر اللون البرتقالي أو اللون العمبر يعني هناك warning هناك شيء قد يحتاج إلى جذب انتباهك اللون الأحمر كارثة error هناك مشكلة وسنقوم بالتعديل عليها خلال ثواني لكن حالياً أنا أقل لا أستطيع مراقبة هذا الجهاز الخاص بي الذي عندما أقف على مثلاً Overview على device System information سيقول لي مثلاً System هنا كل ذلك collecting system info refresh 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 100 refresh إما ننتظر أو نعود مرة أخرى هنا خلال لاحقاً لكن بالمشكلة نعود مرة أخرى إلى Overview المعلومات محتاجة صراحة هذه المعلومات السنسرات بالإجمالية 11 10 تعمل و 1 متوقف الحالة طبيعية IPRS هذا الجهاز يعمل نحن نعتمد على pink والذي هو أخضر حالياً يتم تحديث أو إعادة مسح السنسرات كل ستة ثواني يتم عملية مسح واستكشاف مرة أخرى لمعلومات كل ستين ثانية عفواً ولا ستة ثواني وهذه معلومات على مدى السنة أو شهر أو يومين وكل ذلك قابل للتعديل كل شيء قابل للتعديل هنا كل شيء طيب من ضمن هذا الكل شيء حالياً إذا أنظر إلى التوبولوجي Multi-Layer Switch 4 يتخاطب معي عن طريق صفر واحد فسأقوم بالتالي سأذهب إلى Gigabit Ethernet 01 وأقصى ما وصل إليه كان 12 كيلو بايت ننظر إلى Live Data أفضل وفي Live Data هذه المدة خلال الساعتين الماضية سأقوم بالضغط على زوم من أجل تقليل الperiod والنظر إلى دقائق أكثر من الساعة الخامسة وسبعة دقائق إلى الخامسة وثلاثين تقريباً نصف ساعة الماضية خلال النصف ساعة الماضية أقصى ما وصل إليه لترافك الذي مر خلال هذا المنفذ هو 5 كيلو بيت لكن باللون الأزرق يعني في المجمل يعني Upload زائد Download حيث أن Upload كان أقصى ما يصل إليه كان تقريباً 3 كيلو والDownload أقصى ما وصل إليه تقريباً 2 كيلو فالإجمال كان 5 كيلو هذا أقصى ما وصل إليه وهذا كان في الساعة الخمسة وثلاثين حالياً نحن في الساعة الخمسة وثلاثين دقيقة وقد قل الموضوع فالمطلوب أو ما سنقوم به الآن عملية استفزاز عن طريق كتابة Pink للGateway صفر واحد وقوم بعدده لمدة خمسة آلاف مرة إزعاج سينتهي ذلك ثواني ما سنقوم به هو سنقوم به أجل الموضوع أو سنقوم به وانتظر الـ وانتظر الـ تنظيف الشاشة أعود إلى الكورسور عمل ريفرش عمل ريفرش مرة أخرى آخر مرة تم عمل إسكان قمت صفر ثانية يعني فورا سننتظر التحديثات الآن الساعة الخامسة واثنين وثلاثين صحيح وبالتالي أحتاج معلومات الساعة الخامسة واثنين وثلاثين إذا قمت بالاستمرار بعمل ريفرش ولم تتغير القراءات التي هي لايف يجب أن تتغير بكل بساطة نحتاج إلى عمل ريفرش للبراسر بالكامل ريفرش هنا وسنرى بأن المعلومات تغيرت مرة أخرى زوم وهذا ما أنا أرغب به وصلنا إلى خمسة وتسعين كيلوبيت في الساعة الخمسة وثلاثة وثلاثين وكانت هذه الماكسموم لكن أجد بأن اللون الوردي اختفى أين اللون الوردي طيب ماذا لو قمت بإلغاء الأزرق وإلغاء مثلا هذا اللون فسأجد بأن الوردي هو المختفي هنا فأستطيع إظهار الوردي لحاله الذي يعبر عن traffic out والترافيك in إذا قمت بإعادة traffic in وإخفاء الأوت أرى بأنه متماثل السبب في ذلك يعني عملية الping تعني ICMP request وICMP reply وتكون متساوية فبالتالي ترافيك يكون متساوية أقصى ما وصلنا إليه تقريبا كان هذا هو أقصى ما وصلنا في اللون الأوت والإن فالعودة إلى التوتل سيوجد بأن التوتل هو مجموعة الأوت والإن مع بعض الداون تايم في حيث كان الترافيك منقطع ولم نحصل على أي معلومات فسيتم تسجيلها على شكل اللون الأحمر والتي حاليا مختفي اللون الأحمر وذلك لم يحصل لدينا أي أوتج طيب هذا بالنسبة لهذا المنفذ عندما نعود الآن مرة أخرى مثلا نعود مرة أخرى هنا هذا السنسور بوز إلى آخره معلومة أخيرة فقط قبل إنهاء هذا المقطع هذا التوتوريال قد يكون مقطع ليس بالمتعمق نهائيا السبب في ذلك لأن الPRTG الآن في متناول يدكم الديفايس في متناول يدكم EVE-NG كافية جدا لعمل الإنتيجريشن انتهى الموضوع كل طاقتك كل حيالتك جميع المتوفرة الآن من أجل أن تستكشف الPRTG وتدرسون بالطريقة الملائمة أو أي ما يكون هدف الدراسة لكن الآن ما سيحتاج نقوم به سيكون كالتالي ما الذي يجعل كل هذه السنسور في اللون الأخضر ما الذي يجعل الحياة جميلة جدا ما الذي يثبت بأن هذه السنسورات حقا توضح طبيعة هذه مثلا الأجهزة أو بأنها بكون موضوع جدا مستقب الموضوع سيكون كالتالي كل السنسور قابل التعديل على ما يسمى بالأبر واللور للميتس ثرشولد نستطيع التعديل على أقصى ما يمكن أن يكون مريح وأقل ما يمكن أن يكون مريح ومقبول من ناحية الترافيك من ناحية الدلي الخاص بالبينك حاليا وصل إلى ثلاثة ميلي سيكند نستطيع جعل مثلا إذا كان إذا تجاوز العشرة ميلي سيكند يعني هناك مشكلة وبالتالي يتحاول اللون إلى البرتقالي أو يتحاول إلى الأحمر مثلا سأقوم بالضغط عليه الآن وحاليا نجد بأن القراءات كانت في المعدل مثلا كيلو مع أربعة كيلو فالإجمال كان خمسة كيلو بايت فسأقوم بالتعديل على ذلك سأقوم بالضغط هنا وسأقوم بالضغط على سأقوم بالضغط على وسأقوم بكتابة التالي مثلا أقل ما يكون مقبول لكن يسبب حالة ما يكون مقبول لكن يسبب حالة انتباه ليكون مثلا ألف كيلو يعني واحد ميجا لكن في حال قل عن الألف كيلو يعني أصبح خمسمائة ميجا مثلا خمسمائة كيلو عفوا هذه ستكون كارثة هذا هو الفرق سيكون رقم تدريجي إذا مثلا أصبح الموضوع أقل من ألف وصل إلى أقل من ألف هذا يعني بأن السلسر سيتحاول اللون البرتقالي ويحاول جذب انتباهك قد يكون هنا شيء تحذير يحتاج إلى انتباهك لكن إذا قل بعد أكثر يعني قل إلى اتجاه الصفر أكثر بالمناسبة هذا قد يكون يطبق على منفذ مرتبط بالزبون والزبون مهم مثلا كوستمر أو في آي بي وبالتالي نتاج مراقبة الترافيك دائما ونعلم أن خلال ساعات الدوام الرسمي لا يجب أن يزيل الترافيك أو يقل عن مثلا واحد جيجا أو أي أن يكون رقم نستطيع التعديل كل شيء أو كل شيء قبل التعديل لكن أقلها نحتاج إلى مثلا من يساعدني إذا كانت السنسر في الأخضر دائما فهذا يعني بأننا سنحتاج إلى قراءة مليون سنسر في اليوم فبالتالي التعديل على السنسر أفضل من أجل أن تكون السنسر زيما تساعدنا وليس أن نبحث عن الموضوع أقل من 500 كارثة فسيتحول اللون الأحمر أكثر من مثلا 5000 غير طبيعي وأكثر من 10 ألاف يعني بأن الزبون يقوم باستهلاك شيء غير مسموح له وسنحتاج إلى مراقبة ذلك لأن الموضوع مبالغ به جدا فسنقوم بالضغط على Apply نقوم بالضغط على OK وحاليا نجد تغيير الألوان فورا أصبح أحمر وذلك لأنه حاليا 79 كيلوبيت إجمالي هي أقل بكثير من 500 كيلوبيت والتي هي أقل ما يمكن قبوله وهذا هو ما أصبح في اللون الأحمر عندما أود إلى الخلف أجد بأن أحدهما أحمر وذلك لأنه مخالف للتعليمات أحدهما أزرق ولذلك لأنه قمت بإيقافه هو المتبقين أخضر إلى حين أن أقوم بالتعديل عليهم هذا يجب أن نكون نهاية المقطع هذا موضوع كافي جدا مستقبلا لدينا Topology كبيرة نحتاج إلى إضافة أجهزة أخرى لاحقا نستطيع إضافة هذه الأجهزة الأخرى لاحقا بمجموعة من الطرق إما دائما أدى Device أدى Group أو Auto Discovery من أجل أن يتم تستكشافها بصورة فورية أو إذا لا نوى التعديل دائما جميع العدارات بالتفصيل الممل نستطيع الضغط على أي جهاز لدينا Right Click وعمل Clone وفقط عند أثناء الكلون نقوم بالتعديل على IP Address وسيتم إضافة Switch آخر بنفس كل العدارات بالكامل بنفس حتى منافذ والمراقبة والسنسورات لكن بIP مختلف واسم مختلف ويتم إضافته بصورة تلقائية طبعا من بعد إكمال الـ Initial Config على هذا الـ Switch طيب أتم أن يكون كل شيء واضحا هنا أتم أن يكون هذا التوتوريال واضح ومثلا بسيط للجميع ويكون ذو فائدة من أجل إيصال الفكرة بالكامل أيضا هذا يجب أن يكون نهاية السلايد نعود مرة أخرى إلى هنا أي شيء ممكن استفساره دائما مساحة تعليقات أسفل المقطع تجمع الفيسبوك الخاص بنا أيضا متوفر دائما من أجل النقاش مع جميع المهندسين المتوفرين وشكرا جزيلا يمكننا وصلنا إلى نهاية المقطع ألقاكم في المقطع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر